أخر قالت مصادر في الحكومة اليمنية أن رئيس فريق المراقبين الدوليين التابع للأمم المتحدة في مدينة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت استقال من منصبه لكن الأمم المتحدة ما زالت تتحفظ على تأكيد استقالته ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر ديكلوماسية لم تسمها أن كاميرت سيرحل في نهاية الأمر وإنه باق في منصبه إلى حين العثور على خلف له ووضحت المصادر ذاتها أن مشاورات بدأت بهذا الشأن تأتي أنباء استقالة كاميرت عقب ساعات من مغادرته العاصمة اليمنية صنعاء رفقة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث إلى العاصمة السعودية الرياض هذا وقد بدأ غريفث وكاميرت فعلا مناقشة مع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بشأن اقتراح كاميرت المتعلق بإعادة انتشار القوات وفق اتفاق ستوك هولم من جانبه أكد الرئيس عبدربو منصور هادي التزام حكومته بمسارات السلام وحث خلال لقائه غريفث في الرياض الجميع على تحديد الأولويات مؤكدا الالتزام باتفاق السويد والإسراعي في تنفيذ بنوده ومنها ما يتعلق بوقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة ومينائها والوفاء بتعهدات ملف الأسرى والمعتقلين وقد أعلنت مصادر عسكرية يمنيا اندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في مديرات مقبنة غربية محافظة تعز وأشرت المصادر إلى أن المعارك التي اندلعت بعد شن الحوثيين هجوما على مواقع القوات الحكومية أوقعت قتلى وجرح في صفوف الطرفين